بعد يومين من التفاوض في القاهرة حول اختيار مكتب فني لإجراء دراسات الفنية المطلوبة حول سد النهضة الإثيوبي لم يتوصل وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق نهائي حول اسم المكتب الذي سيقوم بالمهمة وإنما فضلوا تأجيل ذلك للشهر المقبل حتى الجولة القادمة للمفاوضات التي ستجرى في الخرطوم بعد اختصار قائمة المكاتب المقترحة من 9 إلى 7 مكاتب فقط وزير الري حسام المغازي أعلن في مؤتمر صحفي بختام جولة المفاوضات عن اختيار مكتب محامات إنجليزي لتولي تعامل المادي والإداري مع المكتب الثشاري بعيدا عن التعامل المباشر مع الدول الثلاثة الأجواء الإيجابية غلبت على المفاوضات بين مسؤول مصر والسودان وإثيوبيا خلال المفاوضات التي استمر طيلة اليومين الماضيين وهو ما يعتبر استمرارا لحالة نشاط في علاقة مصر وإثيوبيا خلال الأشهر الماضية بعد الاتفاق على عدم الإدرار بمصالح مصر المائية في مقابل استمرار إثيوبيا في بناء السد الذي يعتبر مشروع التنمية الرئيسية لديهم ومن المنتظري مد فترة عمل المكتب الاستشاري شهرا إضافيا بعد اختياره لتكون سبعة أشهر يقوم خلالها بإجراء دراستين حول مدى تأثر الحصة المائية لدولتين مصب بإنشاء سد النهضة وفق المخطط الحالي بالإضافة إلى دراسة التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد ترجمة نانسي قنقر